موسيقى الثانية بعد منتصف الليلة أهلا بكم ونشرة جديدة من القاهرة الإخبارية نبدأها بالعنوين الاحتلال الإسرائيلي يواصل عضوانه على قطاع غزة وسقوط شهداء في المنطقة الوسطى موسيقى مقتلوا عشرة جنود من الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بنيران صديقة واشتباكات مع فصائل فلسطينية موسيقى كمة مصرية أردنية فلسطينية اليوم في العقبة لبحث التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية موسيقى 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 تمكنت الفصائل الفلسطينية خلال الأسبوع الماضي من تدمير 42 آلية عسكرية إسرائيلية فضلا عن مهاجمة 22 جنديا إسرائيليا من النقطة صفر إضافة إلى إقاع العشرات بين قتيل وجريح في 52 مهمة عسكرية مختلفة وتمكنت الفصائل الفلسطينية من الاستلاء على طائرة استطلاع إسرائيلية من تراز سكايلارك كانت في مهمة استخباراتية شرق حي الزيتون بمدينة غزة كما قصفت الفصائل الفلسطينية حشودا إسرائيلية شرق خان يونس بقضائف الهاون من العيار الثقيل فضلا عن إطلاق رشقة صاروخية تجاه سيدروت بشمال قطاع غزة أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد أكثر من 15 فلسطينيا جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي لأماكن متفرقة وسط قطاع غزة يأتي هذا في وقت وسعت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي من عملياتها العسكرية في خان يونس جنوب قطاع غزة باتجاه الجنوب والجهة الشمالية الشرقية في غضون ذلك شنت طائرات الاحتلال غارات على محيط مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس ونفذت أحزمة نارية واسعة في منطقة الزوايدة وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن قوات الاحتلال قصفت مأوى للمنظمة في خان يونس يضم أكثر من مئة موظف عائلاتهم بالرغم من أن الاحتلال يعلم بوجود المأوى ولم يصدر أي قرار بإخلائه وأوضحت المنظمة أنه سقط عدد من الشهداء والمصابين بسبب القصف الإسرائيلي أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين رفض واشنطن أي مقترحات تدعو إلى توطين الفلسطينيين خارج غزة وقال بلينكين أنه تم الاتفاق على دخول بعثة أمامية إلى شمال غزة لضمان عودة الفلسطينيين إلى هناك 90% من السكان في غزة يوازون يواجهون نقصا كبيرا في الأغذية تبقى للأمم المتحدة بالنسبة للأطفال ليس لديهم ما يكفيهم من الغذاء وطبعا هذا له تأثير على صحتهم وحياتهم وتحدثنا عن ماء أكثر وغذاء أكثر ودواء أكثر ينبغي أن تدخل إلى غزة وحين تدخل إلى غزة ينبغي أن توزع على المحتاجين إليها بطريقة فعالة والإسرائيليون قالوا إنهم سيفعلون كل ما في وسعهم لرفع أو لمنع أي عراقيل وأيضا للمساعدة في ضمان بأن المساعدات ستمر بأمن وسلام وهذا مهم جدا وخلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين أهمية أن تتجنب إسرائيل الحق الأذى بالمزيد من المدنيين الفلسطينيين خلال عضوانها على غزة وقال بلينكين إنه أكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ولكن مع تجنب إلحاق الأذى بمزيد من المدنيين وحماية البنية التحتية في غزة كما التقى بلينكين وزير الدفاع الإسرائيلي يؤف جالانت وأفاد إعلام إسرائيلي بأن جالانت أبلغ بلينكين أن الجيش سيكثف عملياته في خان يونس جنوب قطاع غزة وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن جالانت أكد خلال مباحثاته مع وزير الخارجية الأمريكي أن تغيير صورة القتال في شمال غزة سيساعد في تحقيق أهداف الحرب مع دخول العضوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره الرابع تدور علامات الاستفهام حول فاعلية زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للمنطقة زيارة بلينكين للمنطقة تأتي في ظل تأكيدات الحكومة الإسرائيلية على عدم توقف القتال في غزة وعدم سماح للفلسطينيين بالعودة مرة أخرى إلى شمال القطاع إلا بعد الإفراغ عن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية كشف العضوان الإسرائيلي على قطاع غزة التراجع الكبير لدور الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط فعلى مدار أكثر من تسعين يوما من الحرب لم تنجح واشنطن في إدارة الموقف المتأزمي في المنطقة والذي كان أحد تابعاته اشتعال الأوضاع بين جيش الاحتلال وحزب الله من جهة واستهداف الحوثيين للسفن في جنوب البحر الأحمر من جهة أخرى ومنذ اليوم الأول من العدوان على قطاع غزة عملت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقديم الدعم المطلق لإسرائيل دون شروط وهو ما أثار حفيظة العديد من المسؤولين داخل الإدارة الأمريكية وداخل دوائر صنع القرار في واشنطن فأعداد الشهداء والمصابين من المدنيين وبخاصة للأطفال فاقت كل الاعتبارات وفي محاولة جديدة من الولايات المتحدة لإنقاذ وضعها الجيو السياسي أمام العالم يقوم وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين بجولة رابعة في منطقة الشرق الأوسط في مسعى لإنهاء الحرب على قطاع غزة والحيلولة دون تحولها إلى صراع إقليمي وهو ما يتعارض مع التوجه الإسرائيلي المعلن باستمرار القتال لعدة أشهر حتى تتحقق الأهداف المزعومة بالقضاء على المقاومة الفلسطينية وهو ما فشلت فيه إسرائيل حتى الآن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما أحدثته من موجات نزوح أدت إلى خلق ظروف صعبة في ظل القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح والحقيقة تقول أنه رغم كل إخفاقات الولايات المتحدة في المنطقة تظل هي الأكثر قدرة على المساعدة في تحقيق الاستقرار وذلك بعد أن أصبحت المصالح الأمريكية السياسية والاقتصادية على المحك من جراء استمرار العدوان على قطاع غزة وفي ظل حديث عن اتساع رقعة الصراع في المنطقة وهو ما لا تريده واشنطن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل عشر من ضباطه وجنوده في المعارك البرية وسط وجنوبي قطاع غزة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ستة من العسكريين القتلى لقوا مصرعهم إثر انفجار شاحنة كانت تحوي مواد متفجرة معدة لتدمير الأنفاق في غزة فضلا عن إصابة أربعة عشر آخرين وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم فتح تحقيق أولي يؤكد أن تفجير شاحنة الذخائر بلي بريج سببه إطلاق نار من دبابة إسرائيلية أعلن جيش الاحتلال بدأ مرحلة ثالثة من الحرب على قطاع غزة وسط ضغوط من الولايات المتحدة ومن الداخل الإسرائيلية هذه المرحلة الثالثة التي تشمل خفض أعداد الجنود وتقليل القصف الجوي كشف مسؤولون إسرائيليون عن أنها سوف تستغرق وقتا أطول من المرحلتين السابقتين وتتضمن إنشاء جدران عازلة بين شمال وجنوب القطاع الفلسطيني كأنهم نجحوا في الأولى والثانية قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلنون بدأ مرحلة ثالثة من الحرب على قطاع غزة معالم المرحلة الثالثة هذه وفق مسؤول جيش الاحتلال تعتمد على تنفيذ عمليات عسكرية دقيقة ضد أهداف محددة في غزة وتمنع عودة سكان الشمال إلى بيوتهم على العكس من المرحلة الأولى التي اعتمدت على القصف الجوي الموسع والمرحلة الثانية التي اعتمدت على التوغل البري في مختلف أنحاء القطاع وفي ظل الفشل الواضح في تحقيق أي من أهداف الحرب خلال المرحلتين الأوليين سواء القضاء على المقاومة الفلسطينية أو تحرير المحتجزين الإسرائيليين في غزة يبدو قرار الانتقال إلى مرحلة ثالثة بهذه المحددات في أعين المراقبين رضوخاً لضغوط من الولايات المتحدة التي تستشعر الحرج من الأعداد المهولة للضحايا الفلسطينيين المدنيين ويرى مراقبون في القرار أيضاً محاولة من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين تنياهو لإرضاء الداخل بعدما تسببت المرحلتين الأوليين في خسائر اقتصادية دفعت وزير العدالة الاجتماعية عمحاي شكلي للاستقالة أمام المخصصات الهائلة لتمويل الحرب على حساب احتياجات سكان إسرائيل هذا الموقف النقم اتخذه أيضاً رئيس مركز الحكم المحلي الإسرائيلي حايم بيبس الذي اتهم الحكومة بأنها أفقدت السكان شعورهم بالأمان الذي هو شرط لإنعاش الاقتصاد أيضاً ليس بعيداً عن دوافع اتخاذ القرار ما تسببت فيه المرحلة الثانية من الحرب تحديداً من تزايد أعداد القتلى والجرحة في صفوف جيش الاحتلال خلال التوغل البري في القطاع الفلسطيني المحاصر لكن يبقى أن قادة جيش الاحتلال ورغم الضغوط من أمريكا ومن الداخل على السواء يلمحون إلى أن المرحلة الثالثة هذه قد تشمل عمليات في الجنوب اللبناني بالتزامن مع العمليات المزمعة في قطاع غزة أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها تحقق في جرائم محتملة ضد الصحفيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث قتل عشرات الصحفيين هناك يتذلك غداد إعلان منظمة مراسلون بلا حدود أن مكتب المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان أكد أن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين مدرجة في التحقيق الذي يجريه في فلسطين ووفقاً للجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك فقد قتل ما لا يقل عن 79 صحفياً وإعلامياً غالبيتهم من الفلسطينيين منذ بدء الحرب على قطاع غزة تنظر محكمة العدل الدولية يومي الحادي عشر والثاني عشر من يناير الجاري القضية المقدمة من جنوب أفريقيا والتي تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة وتهدف القضية إلى انتزاع وقف عاجل لإطلاق النار في قطاع غزة وتجميد النشاط العسكري لقوات الاحتلال في القطاع فضلاً عن محاسبة إسرائيل على تلك الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين عبر مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية عن قلقهم إذا احتمال انهيار المستشفيات في جنوب ووسط قطاع غزة مع فرار كثير من أفراد الأطقم الطبية والمرضى للنجاة بأرواحهم وقال منصق فرق الطوارئ الطبية لمنظمة الصحة العالمية في غزة شون كيسي قال إنه يجب حماية هذه المرافق نظراً لأنها الخط الأخير من الرعاية الصحية في غزة وذكر أن المرضى يخطرون بحياتهم كي يصلوا إلى المستشفيات في مدينة خان يونس بسبب استمرار القتال وأن العديد من العاملين انضموا إلى مئات الآلاف من سكان غزة المكدسين في الملاجئ في أقصى جنوب القطاع خلال العام المنقضي 2023 بدأ أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الأطفال الفلسطينيين أطفال فلسطين قتلت منهم إسرائيل نحو ثمانية آلاف في غزة وواحد وثمانين في الضفة الغربية بالإضافة إلى كثير من المصابين والمعتقلين حتى إدارياً في سجون الاحتلال عام الإبادة الجماعية بحق الأطفال الفلسطينيين على يد الاحتلال الإسرائيلي هذا ما وصفت به جمعية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال العام المنقضي 2023 أرقام الحركة العالمية أظهرت أن قوات الاحتلال قتلت خلال عام 2023 ما لا يقل عن ثمانية آلاف طفل في قطاع غزة وواحداً وثمانين طفلاً في الضفة الغربية والقدس منذ السابع من أكتوبر الماضي وهو ما اعتبرته الحركة استهدافاً عمدياً وغير مسبوقاً للأطفال وسائل الاحتلال الإسرائيلي لقتل الأطفال تنوعت بين القصف والتجويع وقطع الإمدادات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمخابز وغيرها من الضروريات في ظل معاناة عديدة من الفلسطينيين النازحين في الملاجئ المزدحمة من الأمراض التنفسية والجلدية وغيرها قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال 2023 اعتقال وتعذيب ومحاكمة الأطفال الفلسطينيين في المعتقلات العسكرية تعصفياً وتقدر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عدد المعتقالين شهرياً في سجون الاحتلال بمائة وخمسة وستين طفلاً وعادة ما يصل الأطفال إلى تحقيق مقيد اليدين ومعصوب الأعين وخائفين ومحرومين من النوم وكثيراً ما يدلون باعترافات بعد أن يتعرض للإساءة اللفظية والتهديدات والعنف الجسدي والنفسي الذي يصل في بعض الحالات إلى مستوى التعذيب وفيما يتعلق بالاعتقال الإداري اعتقلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن خمسة وأربعين طفلاً فلسطينياً خلال عام 2023 قبل طوفان الأقصى لكن وفقاً للوثائق التي جمعتها الحركة العالمية اعتقل الاحتلال أكثر من مائتي طفل فلسطيني آخرين بعد السابع من أكتوبر حذرت الخارجية الفلسطينية من أن التصعيد الإسرائيلي الممنهج في الضفة الغربية يدفع الأوضاع نحو انفجار وشيك وأضفت الخارجية الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسئولية الكاملة والمباشرة عن نتائج التصعيد الخطير يأتي هذا مع استمرار الأوضاع المتوترة في مدن الضفة الغربية حيث استشهد شاب فلسطيني بالرصاص الحي واعتقل اثنان آخران خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لرامالله وفي جينين اقتحمت آليات الاحتلال مدينة جينين وأطلق مقاومون النار باتجاه آليات الاحتلال نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحمات على مناطق بالضفة الغربية أهمها في تول كارم وجينين وكثف الاحتلال من شن هجمات على مخيم تول كارم واقتحمات للمؤسسات التابعة للأونروا وهدم البنية التحتية لتنفيذ خطة ممنهجة لتدمير الضفة الغربية مسلسل الإبادة والمحو يستكمل حلقاته في الضفة الغربية حيث الحصار والرصاص الحي واستهداف الطواقم الطبية ووسائل الإنقاذ والدعم الإنساني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي طول كارم كانت ذات النصيب الأوفر من العدوان خلال الساعات الماضية حيث عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى تدمير البنى التحتية باستخدام الجرفات وتخريب الممتلكات والاشتباك مع الشبان الفلسطينيين وفي إطار تواصل العدوان على مدن الضفة الغربية منعت قوات الاحتلال وصول أطقم سيارات الإسعاف إلى مواقع الاشتباكات لإنقاذ الجرح والمصابين وبلغ الأمر حد استيقاف سيارات الإسعاف واحتجاز المصابين منها قبل توجههم للعلاج بالمستشفيات التي تعاني بالأساس من نقص الإمدادات الطبية والأدوية في إطار منهجية تدمير البنى التحتية بشكل يومي وفي مشهد آخر يؤكد وحشية الاحتلال وأفنونه في التنكيل بالشعب الفلسطيني يمارس الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة مثل الأونروا في خطوة لتقليص أو منع تقديم المساعدات للفلسطينيين وخلال الساعات الماضية شن الاحتلال قصفاً على مناطق مختلفة من مخيم طول كرم عبر طائرة مسيرة ما أسفر عن عدة إصابات تضاف للإصابات التي طالت العديد من المواطنين برصاص القوات المترجلة وهكذا يواصل الاحتلال تنفيذ خطة ممنهجة لتحويل الضفة الغربية لصورة أشبهة بما حلى بقطاع غزة أعلن الدوان الملك الأردني نعقاد قمة ثلاثية اليوم الأربعاء بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث التطورات في قطاع غزة وأفاد الدوان الملكي الأردني بأن القمة الثلاثية ستعقد في العقبة بالأردن وستنقش أيضا مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة تأتي القمة في إطار تنصيق المواقف العربية للضغط على من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإصال المساعدات الإنسانية دون انقطع قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إنه يجب وقف إطلاق النار في غزة لإنقاذ حياة الفلسطينيين بالقطع وأضف منصور في مؤتمر صحفي للمجموعة العربية في الأمم المتحدة أنهم طلبوا عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن يوم الجمعة المقبل بشأن الوضع الإنساني في غزة والتهجير القصري للمدنيين الفلسطينيين نحن نجد الاجتماع لمجلس الأمن يوم الجمعة في إطار التحرك مع مجلس الأمن والجمعية العامة ونحن منهمكين مع الجمعية العامة ونحن نتحدث في هذا المؤتمر الصحفي كلمات الممثلين العرب برئاسة مندوب البحرين الذي هو رئيس المجموعة العربية لهذا الشهر الذي أدلى ببيان باسم المجموعة العربية وفي المقدمة في الطرح هي أهدافنا الثلاث وفي المقدمة منها وقف اطلاق النار كما أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أنه لا يجب التسامح مع الفضائع التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين وفي كلمته خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة قال المندوب الفلسطيني إن واحد بالمئة من إجمال سكان غزة قتلوا في الحرب مشددا على ضرورة وقف اطلاق النار الآن يجب أن نوقف هذه المأساة لا يمكن لأي من كان يتفهم أن المجلس يدعو لحماية المدنيين ويشجب الهجمات ضدهم ويجب أن يدعو لوصول إنساني فوري وآمن وغير معوق من أجل توصيل المساعدات الإنسانية على نتاق واسع وأن ذلك يرفض النزوح القصري ويعرب عن القلق بسبب توسع رقعة هذه الأزمة أقليميا ولكنه في الوقت ذات يدعو لوقف اطلاق النار إنساني فوري فهو أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق هذه الأهداف فيجب أن نوقف هذا الانفصام في الفكر يدعو العالم بأجمعه لوقف اطلاق نار إنساني فوري أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الولايات المتحدة لا تدعم وقفا لإطلاق النار في الوقت الحالي في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة لأنه يصب في صالح الفصائل الفلسطينية في القطاع وأضف أن واشنطن تسعى لزيادة إصال المساعدات الإنسانية والوصول إلى هدنة إنسانية نافيا استهدف إسرائيل بشكل متعمد للصحفيين خلال عملياتها العسكرية أعرب وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون عن قلقه من أن تكون إسرائيل قد انتهكت قوانين الحرب في حربها على قطاع غزة وخلال جلسة استماع في البرلمان البريطاني قال كاميرون إن إسرائيل ربما اتخذت إجراءا في غزة قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنسانية وتنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسة للتحقيق في ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائب الإبادة الجماعية في غزة ينضم إلينا من ولاية برجينيا الأمريكية محمد العالم الكاتب والباحث السياسي أهلا بك سيد محمد معنا على شاشة القاهرة الإخبارية جون كيربي أكد أن الولايات المتحدة لا تدعم وقفا لإطلاق النار في الوقت الحالي ولكن ستسعى إلى إصال المساعدات كيف يتحقق ذلك دون وقف الإطلاق النار سيد محمد يعني يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال هل أنت معي الآن؟ لأن قرارات مجلس الأمن الأخيرة التي وفقها جاءت بإجماع دول العالم وفقها على الولايات المتحدة الأمريكية بعد تأجيلات عدة كانت تنص على توفير الأمن يعني الحدود الأمنة حتى يتمكن الأهالي في قطاع غزة من استقبال المساعدات إذن الحديث الأمريكي الحالي عن زيادة المساعدات مع عدم وقف إطلاق النار هو حديث يعني غير واقعي بالمرة لهذا الشرط الأساسي هي هدى كاملة وإجبار للجيش الإسرائيلي على وقف إطلاق النار بما أنه هو المتحكم في الأمور حتى الآن رأينا استهدافا حتى للنازحين على حدود دول الجوار لم يسلاموا من القصف الإسرائيلي وبالتالي ليس هناك أي سبيل لإصابة المساعدات إليهم بشكل آمن سوى وقف كامل لإطلاق النار ولو لأيام معدودة نعم سيد محمد هل ترى تعارضا بين تصريحات جون كيربي وتصريحات بلينك خلال زيارته للمنطقة والتي تحدث فيها عن أهمية تحقيق حماية للمدنيين وإدخال المساعدات هل هذا يتنافى مع تصريحات جون كيربي الذي أكد فيها عدم وقف إطلاق النار في الوقت الحالي نعم بتأكيد يتنافى كثيرا لأن حتى التصريحات الأمريكية فيما يخص مسألة كاستهداف الصحفيين لا تعتبر أن هناك تعمد لقتل الصحفيين رغم عدد الصحفيين الكبير الذي وقع استشار في قطاع غزة هذا الأمر ينطبق على كل ما يجري في قطاع غزة لهذا نعم هناك تضارب أمريكي لكنه أنا أرى أنه تضارب مقصود في هذا التوقيت حتى يحدث نوع من الخلخالة في سورة الولايات المتحدة الأمريكية العالمية العالم حاليا لا يعلم ما هو الموقف السابت لولايات المتحدة الأمريكية هل هي تريد دولة فلسطينية مستقلة حتى تحلحل هذه الأزمة أم أنها تريد أن يستمر فكرة تعبيرات الكاشر الإسرائيلي في قطاع غزة كان هناك أنباء عن أن إدارة بلينكين اشترطت على إسرائيل أن يكون بداية هذا العام آخر لعملات العسكرية لكننا رأينا ناتنياهو بالأمس يقول بأن العملات العسكرية ربما تقدل هذا العام بأكمله لهذا التضارب بين الجانبين وفي التصريحات الأمريكية نفسها أراه أنه مقصود حتى يوطي الأمد هذه الحرب نعم ولكن أنت ترى أن زيارة بلينكين في ظل تأكدات الحكومة الإسرائية على عدم وقف إطلاق النار وخلال زيارة بلينكين هذه إلى المنطقة للمرة ربما الخامسة لإسرائيل ما مدى تأثير زيارة بلينكين هذه في هذا التوقيت؟ نعم أنا لا أعتقد أن لها أي تأثير قوي على الأوضاع المباشرة في قطاع غزة الجيش الإسرائيلي مستمر في عملياته ويفتح جيبها أخرى مع لبنان تم نشر سواريخ أو قاعد سواريخ على الحدود اللبنانية كل هذا يدل على أن إسرائيل تنتوي أن تدخل حربا مفتوحة ستستمر بالفعل كما قال نتنياهو لمدة عام إذن زيارة بلينكين أو أي مسؤول أمريكي غير مؤثرة على الأرض حاليا بلينكين يتحدث عن دولة فلسطينية لكنه لا يحدد متى سيتم الجلوس على طولة المفاوضات حتى تقرر هذه الوجهة كل هذه الأمور تدول على أن التأثير الأمريكي كما قلت غير موجود في الوقت الحالي وأن ما تتحدث عنه أمريكا هو ما بعد انتهاء هذه الحرب وانتهاء هذه الحرب تحدده إسرائيل حاليا ولكن كيف يمكن تفسير الرغبة الأمريكية بعدم وقف إطلاق النار في قطاع غزة في هذا التوقيت خاصة مع استخدام أمريكا للفيتو لأكثر من مرة في مجلس الأمن نعم يعني هذه الرغبة تتماشى مع الرغبة الإسرائيلية إذن موجهة النظر الإسرائيلية منفردت نفسها في مهاية الأمر على الرغبة من المعارضة الداخلية الأمريكية في هذا الأمر يعني حتى المساعدات التي ذهبت إلى الإسرائيل في الفترات الأخيرة من الوقت المتحدة الأمريكية كانت تحت بندو الطوارئ ومررتها إدارة بايدن من غير الرجوع إلى الكونجرس الأمريكي لأن هناك أصوات بدأت تصعد في الكونجرس تطالب بأن أي أسلحة ترسل إلى إسرائيل لابد أن يكون هناك تعهداً مكتوباً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نجيهه بأنها لن توجه إلى المدنيين ولن يتم قاتل بها الأبرياء لهذا أنا أرى أن وجهة النظر الإسرائيلية السياسية هي من انتصرت فيه النهاية وهي من تحدد الأمور في قطاع غزة حتى الآن نعم منذ فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة قال إنه تم طلب عقد اجتماع أو جلسة مفتوحة لمجلس الأمن يوم الجمعة المقبل بشأن الأوضاع في قطاع غزة والتهجير القصري ما أبرز مناقشات تلك الجلسة؟ نعم يعني هذه الجلسة هي جلسة شبه تقليدية يعني ترقش الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لكن للأسف نفس هذه الأوضاع التي يتم منقشاتها منذ بدء هذه القرب لم يتغير فيها أي شيء حتى الآن بسبب التعنط الإسرائيلي وبسبب أن يعني الطرف الأهم في الضغط على إسرائيل في هذه الأوقات هي أمريكا لم تتحرك التحلق المناسب لهذا أي اجتماعات في هذا التوقيت ربما لن تكون مجدية حتى يتم التوصل إلى صيغة لإنهاء ما يحدث في قطاع غزة لأننا حاليا إذا ما نظرنا إلى المساحة الفعلية لقطاع غزة هي تقلثت كثيرا عن ما كانت عليه قبل هذه الحرب والنازحين أصبحوا يتمركزون في مناطق ضيقة للغاية لا تتناسب مع أي واقع إنساني لهذا كل هذه الاجتماعات تناقش أمور هؤلاء النازحين لكنها للأسف لا تؤثر في أي شيء نعم من ولاية فرجينيا الأمريكية محمد العالم الكاتب والباحث السياسي شكرا جزيلا لك مشاهدين نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل مصادر إعلامية تفيد بأن الحثيين في اليمن نفذوا عملية عسكرية كبيرة بالبحر الأحمر أهلا بحضراتكم مجددا تضاربة الأنباء حول اغتيال مسؤول وحدة المسيرات في حزب الله اللبناني والذي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل رسمي مقتله من جانبه نفى الحزب في بيان له اغتيال مسؤول وحدة المسيرات مؤكدا أنه لم يتعرض بتاتا إلى أي محاولة اغتيال وأوضح حزب الله أنه استهدف مواقع للاحتلال في رويسات القرن وفي محيط ثكنت أدمت دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني ناجيب مقاتي المجتمع الدولي إلى وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وخلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جاك جان لاكروا أكد مقاتي أن لبنان جاهز للدخول في مفاوضات لتحقيق عملية استقرار طويلة الأمد في جنوب البلاد من جانبه دعا لاكروا كل الأطراف إلى التهدئة في جنوب لبنان مشددا على أهمية استمرار التعاون مع اليونيفيل بشكل وثيق أفادت مصادر إعلامية بأن الحوثيين في اليمن نفذوا عملية عسكرية كبيرة في البحر الأحمر من جانبها أعلنت شركة الأمن البحري البريطانية أن ألسنة لهب ارتفعت من ناقلة مستهدفة من قبل الحوثيين في البحر الأحمر وأشرت الشركة إلى أن النقلة رصدت ثلاثة زوارق قربها وشاهدت صاروخين أطلق من اتجاه الزوارق في سياق متصل أكدت مصادر محلية سماع انفجارات قوية في الساحل الغربي لمدينة الحديدة غرب اليمن جددت مدفعية الجيش السوداني قصف مواقع لميليشيا الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم من قاعدة ودي سيدنا بأم دورمان وأعلن الجيش السوداني أنه يواصل استهداف أوكار ميليشيا الدعم السريع في عدة محاور بأم دورمان وذكر الجيش السوداني في بيان أن قواته تتقدم في عدة محاور بأم دورمان حيث تمكنت قوات خاصة من تكبيد الميليشيا الإرهابية خسائر كبيرة أعلن البنتاجون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يغضع للعلاج إثر إصابته بورم سرطاني يأتي هذا الإعلان بعدما واجه أوستن انتقادات لتأخره أياما عدة قبل إبلاغ البيت الأبيض بدخوله المستشفى وأوضح البنتاجون أن وزير الدفاع سيعود لممارسة اختصاصاته الجمعة المغبلة مع وجود إشراف طبية وأشرت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن تأخير الإعلان عن الحالة الصحية لأوستن جاءت بسبب الإجراءات المتبعة والتي تعمل على إصلاحها الآن حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أن استمرار الملاحقات القضائية بحقه قد يؤدي إلى حدوث فوضى في الولايات المتحدة وفي تصريحات للصحفيين اعتبر ترامب أن الملاحقات بحقه سياسية ووصفها بأنها سابقة سيئة للغاية وقد مثل ترامب أمام محكمة الاستئناف في واشنطن للدفع بوجوب منحة حصانة جنائية ومن المقرر أن يحاكم دونالد ترامب في مارس المقبل في أربع قضايا جنائية على خلفية محاولته قلب النتائج لانتخابات الرئاسية عام 2020 عين الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرو وزير التعليم الفرنسي جابرييل أتال رئيسا للحكومة خلفا لرئيسة الوزراء إليزابيث بورن يذكر أن أتال يبلغ من العمر 34 عاما وبتعيينه رئيسا للحكومة يصبح أصغر رئيس وزراء في تاريخ فرنسا ترجمة نانسي قنقر أفد مراسل القاهرة الإخبارية بأن البرلمان الأوروبي يجمع التوقيعات لحرمان المجر من التصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي وأوضح عضو البرلمان الأوروبي من فنلندا أن الإجراءات وفقا للجزء الثاني من المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي لم تنتهك أبدا ضد المجر كان رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان قال في وقت سابق أن بلاده ستعرق الاقتراحا لبدء محادثات بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي في القمة التي سيعقدها زعماء التكتل أعلن رئيس الإكوادور حالة الطوارئ وحظر التجول الليلي بعد اندلاع أعمال عنف مسلح في أنحاء البلاد وذكرت السلطات أن الإكوادور تشهد العديد من الانفجارات والحرائق كما تم اختطاف عدد من ضباط الشرطة وأعلنت الشرطة اعتقال عدد من المشتبه بهم في إدرام النيران بعدة مناطق جنوب الإكوادور جاء ذلك بعد هروب خسيم ماسياس زعيم أخطر عصابة إجرامية من السجن واندلاع أعمال شغب وعسيان في عدد من السجون أعلن الكريملين أن الجيش الروسي سيتخذ كل الخطوات اللازمة لوقف القصف الأوكراني المتزايد على مدينة بيلجرود الروسية الحدودية بين البلدين وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن القوات الروسية ستواصل بذل كل ما هو ممكن لخفض الخطر ثم القضاء عليه وأضف أن نظام كييف لا يتورع عن قصف أهداف مدنية في الأراضي الروسية بالذخائر العنقودية وفقا لقوله مشيرا إلى أن هذه الجرائم تعزز أهمية العملية العسكرية الروسية أجرى الرئيس الأوكراني فلودمرز لينيسكي اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء بلجيكا أليكزاندر ديكرو الذي ستترأس بلاده مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الجاري وأكد الرئيس وزراء بلجيكا أن الاتحاد الأوروبي سيواصل زيادة دعمه لأوكرانيا مشددا على أن التكتل سيواصل التنصيق المشترك بينما تتحرك أوكرانيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كشفت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في أوكرانيا أن الطقس الشتوية القاسي تسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من ألف بلدة أوكرانية وحثت الشركة سكان القرى والبلدات المتضررة على حفظ استهلاك الطاقة لأطول فترة ممكنة وأفادت الشركة أن ضعف الطاقة جراءت ضربات الروسية دفع السلطات الأوكرانية إلى استيراد الكهرباء من رومانيا وسلوفاكيا المجاورتين لتتمكن من تلبية الطلب المتزايد اقتصادية وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر ومجموعة مكسيم للاستثمار عقد اطلاق أول منتجع للسياحة العلاجية في مصر تبلغ استثمارات المشروع نحو 1.5 مليار جنيه ويقام على مساحة 40 فدانا ويوفر أكثر من 4500 فرصة عمل استضافت العاصمة المصرية القاهرة فعاليات معرض بلاستيكس لعام 2024 في نسخته التاسعة عشر والذي يعقد خلال الفترة من التاسع إلى الثاني عشر من يناير عام 2024 يعد المعرض هو الأكبر في الشرق الأوسط وشبال أفريقيا ويهدف إلى تقديم حلول مبتكرة ومستدامة في صناعة البلاستيك والمطاط في الحقيقة الإفنت النهاردة في معرض إيجي بلاستيكس مختلف عن كل سنة يعني نهاردة عدد العارضين تعدى الربعمائة عارض وده رقم كبير جدا مقارنة بالمعارض السابقة عندنا أكثر من 12 دولة مختلفة حول العالم موجودين ولولا الثقة الكبيرة في سوق المصري ما كانوش هذه الدول جات بشركاتها سوق المصري هو أكبر سوق عربي أفريكي لمواد الباستيك والمطاط في أكثر من 15 ألف شركة أو مصانع موجودة بمصر والمنتج المصري حاليا من أكبر المنتجات اللي عم بقدر تنافس عالميا للصادرات فالشركات اللي مش موجودة بمصر لازم يكونوا بمصر والحمد لله هيدا إقبالة أكثر من 500 شركة موجودة حاليا بمعرض مصر الدولي للبترول والبلاستيك والمطاط احنا أول شركة في المنطقة هذه مؤترب فيها أو مصرح لها انتاج الريسايكل بي اي تي عملية الكاربون اميشن مثل ما يقولون في تخفيف الكاربون اميشن احنا ننتج هذه المواد أيضا عقد مؤتمر تنمية التجارة الباكستانية الأفريقي الرابع ومعرض الدولة الواحدة بالعاصمة المصرية القاهرة في الفترة ما بين التاسع والحادي عشر من يناير يشارك في المعرض أكثر من 101 شركة باكستانية عاملة في مختلف المجالات والأنشطة الصناعية والتجارية أنا أول مرة يأتي لك هنا مصر ديها ما شاء الله صراحة جدا جدا مرة مبسوطة ومعرض حلوة أكبر اللي غيره أنا شفتك ديها أفريقيا زيك اللي غيره ديها معرض مرة ما شاء الله أكبر ديها إن مبادرة هيئة تنمية التجارة في باكستان بالتعاون مع إفريقيا رائعة للغاية حيث أننا نعرض منتجاتنا للأفارقة وأقدر حقا هذه هي المبادرة ونأمل أن نتشارك في مزيد من المنتبيات المشابهة في المستقبل يمنحنا هذا المعرض في الواقع الفرصة لعرض منتجاتنا بشكل رئيسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأرى أن هذا أمر هام للغاية وضروري لنا أن نقوم بتقديم منتجاتنا إلى هذا السوق ولهذا السبب نحن هنا لعرض منتجاتنا لإخواننا في مصر وندعوهم للحضور وزيارة مؤتمر الكاهرة ورؤية المنتجات الباكستانية حجم التبادل التجاري اللي موجود بينهم شايفين فيه مجالات كتير ممكن أنها تزيد من حجم التعاون التجاري الفرص الاستثمارية اللي موجودة في مصر حتى وهم جايبين الصناعات بتاعتهم عندنا لسه بيشوفوا أن فيه فرص ممكن يعملوا الصناعات دي عندنا بمميزات أكتر وتواصل مع أفريقيا ومع التجارة العالمية يعني هما حاليا باكستان كانوا بيزوروا دول الخليج بيحاولوا يعملوا علاقة عشان يحسنوا في التعامل التجاري اللي موجود هما من خلال مصر بيعملوا كلام ده مع أفريقيا وبيعملوا الحكاية دي مع دول الخليج أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو معظم اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رغم زيادة حالة عدم اليقين الجيوسياسية الناتجة عن العضوان الإسرائيلي على غزة ورجح البنك الدولي أن تنمو اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو ثلاثة ونصف بالمئة خلال العام الحالي لكنه ربط ذلك بعدم تفاقم التوترات في الشرق الأوسط والتساعي نطاقها تقلص العجز التجاري الأمريكي على نحو غير متوقع في نوفمبر الماضي مدفوعا بارتفاع صادرات الخدمات وانخفاض طفيف في واردات السلع وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن العجز في تجارة السلع والخدمات انكمش بنحو ثنين بالمئة عن الشهر السابق ليصل إلى ثلاثة وستين مليار ومائتين مليون دولار صعدت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل وتأثرت السوق بتقييم المستثمرين لعدد من العوامل منها التوتر في الشرق الأوسط ومخاوف متعلقة بالطلب على الخام فضلا عن مسار التضخم العالمية وارتفعت العقود الآجلة لخام برينت إلى سبعة وسبعين فاصل خمسة وأربعين من مئة دولار للبرميل في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تاكسيس الأمريكي إلى سبعين وسبعين دولار للبرميل غادرت بعثة منتخب مصر إلى كوتيفوار للمشاركات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 التي ستقام خلال الفترة من الثالث عشر من يناير الحالي والحادي عشر من فبراير المقبل وكان منتخب مصر بقيادة البرتغالية راي فيتوريا قد خاض تدريبه الأخير باستاذ مصر بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية قبل السفر إلى كوتيفوار ويقع منتخب الفراعنة في المجموعة الثانية بأمم أفريقيا بجوار غانا وموزنبيك وكافردي وسيبدأ مشواره بمواجهة موزنبيك يوم الأحد المقبل تنطلق مساء اليوم منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس السبر الإسباني والمقرر إقامتها خلال شهر يناير الجاري في المملكة العربية السعودية بمشاركة الرباعية ريال مدريد وبارشلونا وأتليتكو مدريد وأوساسانو للمرة الرابعة تستضيف الأراضي السعودية بطولة السبر الإسباني بعدما تم تحويلها إلى أربعة فراق بعد أن كانت من فريقين فقط ويجمع اللقاء الأول لقبل النهائي ريال مدريد وجاره وغريمه أتليتكو على ملعب الأول بارك بالرياض ريال مدريد هو الفريق الأكثر جاهزية في الوقت الحالي والمرشح الأوفر لحظ لقب السوبر ويتقاسم الريال صدارة جدول ترتيب الليجة مع جيرونا بفارق سبع نقاط عن برشلونا كما أنه تأهل لثمن نهائي دور الأبطال وحسم بسهولة مباراته الأولى في كأس الملك ويعد الفريق الملك الأفضل في الليجة من حيث نتائج خارج أرضه بالتساوي مع جيرونا الذي حقق إنجازا خلال مباريات الدور الأول من البطولة ورغم أن الريال أظهر أنه الفريق الأكثر ثباتا وصلابة لكن لا يمكن نسيان أن الهزيمة الوحيدة التي تلقاها كانت على معقل الأتلتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة تفوق فيها أبناء المدرب سيميوني بشكل واضح ويعول المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني على ثناء الهجومي أنتوان جريزمان وألفارو موراتا من أجل قهر الجار اللدود ويحتل أتلتكو مادريد المركز الخامس بجدول ترتيب الليجة برصيد ثمان وثلاثين نقطة يلتقي ليفر بول مع ضيفه فولهام في زهابي قبل نهاء كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على ملعب أنفلد رود وجاء تأهل الليفر لقبل النهاء بعد التغلب على ويست هام بخمسة أهداف مقابل هدف وفي الجانب الآخر جاء تأهل فولهام على حساب إيفرتون برقلات الترجيح مشاهدين إلى هنا تنتهي نشرتنا وهذه تذكرة بالعنوي الاحتلال الإسرائيلي يواصل عضوانه على قطاع غزة وسقوط شهداء في المنطقة الغسر مقتلوا عشرة جنود من الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بنيران صديقة واشتباكات مع الفصائل الفلسطينية قمة مصرية أردنية فلسطينية اليوم في العقبة لبحث تطورات في قطاع غزة والضفة الغربية ولمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرانيوز دوت نت كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك اكس انستجرام ويوتيوب ويمكنكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 Vertical كما يمكن تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال Apple Store أو Google Play أو من خلال الQR Code الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة شكرا على طيب المتابعة كنت معكم مونة صالح إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر